الدرجة الثانية البركز اللي قبل الأخير أطلق حاكم المباراة السيد سلطانة العكيري على تنفيذ كرة ثابت القناس ياسين كرة تعود من الحائد المكون من ثلاث لاعبين وقوع أحد لاعبي فريق نادي عرعر سلامات كرة تعود من جديد للرايد والكرة يطلب حاكم المباراة إيقاف اللاعب لطمنا على لاعب فريق نادي عرعر اللي واقع على أرض الملعب سلامات للاعب فريق نادي عرعر نتمنى السلامة لجميع اللاعبين فريق نادي عرعر اللي يدخل لقاء اليوم ومعظم الأسماء المتواجدة فيهم أسماء شاب لفريق الناشئين في النادي فريق الناشئين في النادي في نادي عرعر اللعب لثلاث مواسم في دوري الممتاز للناشئين لذلك اليوم نشاهد المتراجع ياسين يلعب كرة طويلة خطيرة المحاولة والكرة تعود رافع روي تغطية كانت حاضرة في اللقصة الماضية من معتز المولد ممكن يستغل الكرة يستغل لعبة كرة عرضية والمحاولة والإبعاد والإبعاد عادت من جديد مطل يسدد الرأسية حاضرة والكرة تذهب إلى ضربة مار ضربة مار ركتة ماضية محاولة ماضية لعرعر اللي بدأ يتقدم وبدأ يحاول شوف توجهات لطفي لطفي الهاشمي المدرب التونسي سريع ياسين يلعب كرة عرضية محاولة ورافع رافع أرويلي أرويلي صاحب خبرة رافع أرويلي يتعامل في هذه المباريات بالخبرة لاعب محاولة للشمري محاولة يلعب كرة عرضية جميلة جدا خطيرة الكرة والمحاولة تمر واللقطة الماضية خطيرة وسلامات سلامات للاعب الرائد وحارس عبدالله الشمري اللقطة الماضية خطيرة لعب الكرة العرضية كان نموذج جدا من اللاعب عبدالعزيز الشمري عبدالعزيز الشمري لعب كرة عرضية الكرة تمر والمحاولة لفريق نادي عرعر تمر لقطة كانت من لاعب رقم تسعة في فريق نادي عرعر منصور غربي منصور العنزي حاول في اللقطة الماضية كانت التميرة تقريبا بأكثر من لاعب من العنصر الأساسي جمهور برائدها كرة اللعب الرائد طويلة محاولة الآن الرويلي الرويلي في التغبية رافع الرويلي في التغبية حارس مرمى مميز يخرج للتغبية من لاعبي عرعر كأنه لاعبي عرعر لا يريدون من لاعبي رائد الوصول إلى مناطق ومنطقة الجزاء لا يريدون التمريب قريب من المرمى الضغط مباشرة يكون أكثر عند وصول لاعبي رائد إلى حدود منطقة جزاء فريق نادي عرعر وراء طويلة حد الحلول اشرامي ينطلق اشرامي أشرامي 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 جول 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 رائد هدف التقدم رده من عبدالله شرامي هدف تقدم رده من محمد عبدالله شرامي محمد شرامي يسجل هدف تقدم لفريق نادي رائد شوفه محمد شرامي أنا أذكرت أن أحد الحلول للرايد الكرات الطويلة وإن الشريمي أحد اللاعبين المميزين في الجهة اليمنى في لال الدقائق الماضية في محاولاته لفريق نادي الرايد استلام كرة بالصدر تسديده بالقدم اليسرى رغم أن الشريمي يلعب بالقدم اليمنى أول لقاء ينقى تلفزيوني لفريق نادي عرعر كرة محاولة خطيرة الآن لعرعر تملك كرة بينية خطيرة المحاولة والكرة تمر خطيرة جداً لفريق نادي عرعر أخطر الكرات لعرعر في اللقطة الماضية أخطر الكرات لعرعر في اللقطة الماضية محاولة شوف الإعادة يعني لو نشوف لقطة الإعادة شوف التميلة لا يوجد تسلل في اللقطة الماضية والتميلة حاضرة فضل الاستلام على التسديد المباشر هنا عامل خبرة من اللاعب رقم 9 في فريق نادي عرعر منصور العنزي يعني منصور فضل استلام الكر على التسديد المباشر في اللقطة تعتبر الأخطر لعرعر تعتبر الأخطر لنادي عرعر كادت أن تشكل عودة لعرعر سريع لعرعر تمنى كرة عرضية محاولة لعرعر خطيرة جدا والمحاولة جول والمحاولة جول 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 لعرعر هدف لعرعر هدف لعرعر وردة فعل رائعة وكبيرة وجميلة من شباب عرعر هدف جميل من شباب عرعر والكرة الماضية والمحاولة الماضية وعوضها شم عوضها العنزي العنزي عوضها منصور العنزي عوض اللغة الماضية شوف التسديدة من عباس سميدو والكرة عادة منصور العنزي ولا يوجد تسلل الحاكم طالب الاستمارية الكرة اصطدمت في لاعب فريق نادي يا الراي وبدت الأمور الفنية تظهر على لاعب الفريقين ياسين يحاول ياسين 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 يسد الكرة تعود دانيل ولكن كرة أمورة تذهب إلى رمية أو ضربة مرمى كرة دانيل أمورة تذهب إلى ضربة مرمى محاولة كانت من ياسين القناسي في اللغة المابية الرايد بدر سليطين حاكم براية ماقشة دكة والحائط البشري والرأسية تمر وتذهب إلى ضربة روكني ضربة روكني الآن رافع الرويلي منذ بداية شوق المباراة الثانية عرعر لم يجري أي تبديل مدربة وهنا الكرة وضربة الجزاء ركل الجزاء من بداية شوق المباراة الثاني كما حدثت في شوق المباراة الأول هنا ركل الجزاء على تنفيذها من؟ على تنفيذها اللاعب فريق نادي الرايد مازن أبو شرارة مازن أبو شرارة مرافع الرويلي ركل الجزاء للرايد أبو شرارة أرويلي أبو شرارة أول أبو شرارة أول هدف أول هدف ثاني من ركل الجزاء وهدف أول في شوق المباراة الثاني بداية قوية ريداوية يحرز من خلالها اللاعب مازين أبو شرارة هدف الرايد التعني شوف الإعادة ركرها في الجهة اليسرى لمازين الجهة اليوم يرافع الرويلي هدفا ثانيا لفريق لادي الرايد هدف ثاني فريق لادي الرايد الرايد حسب الخطر معتز هوساوي يلعب كرة ورسال طويل لمعتز هوساوي ولكن برأس دانيلا موراوي يحيى أمسلم واسل الكرة إلى مازين أبو شرارة انترك مازين يلعبها إلى متعب انطلاقت متعب متعب المطلق سريع ثلاثة على ثلاثة متعب المطلق العرضية واسلها إلى صالح كول الثالث الثالث لحسم الأمور الثالث لمنع المفاجأة الثالث لتأمين النتيجة صالح الشهري هدف ثالث ممتاز جدا يا صالح سبب هدف تدب بلنتي بعد دخوله وهذا هو الهدف الثاني الانطلاق الأكثر من رائعة والأوفر الممتاز من متعب المطلق صالح الشهري بهدوء يضع الكران إلى جانب رويني تتهى جايل المرمى هدف ثالث ريتاوي الثالث لصالح الشهري واللغطة الممتازة والعرضية الرائعة التي كانت من متعب المطلق الفريق عرعر الذي يدخل متفاجأا في الشوط الثاني بعد القوة الهجومية ضاربة للفريق الريتاوي والانطلاق القوي لفلي هجوم الرائد في الأقرار الماضية الكران انتظار سافرة حكم المباراة فرحان فرحان يلعب العرضية والروسية ولكن رافع رافع هذه المرة يتصدى للكران والتسلل أيضا حاضر بيده وقرار حكم الرائعة يلقيها للكران الماضية الخطأ من خلفها العياشي ومن خلفها أيضا منصور العنزي من أمام مرمى الشملي وتسويبها ولكن الكران عائدة عائدة مرة أخرى إلى العياشي المطالبة بضربة جزاء حكم المباراة لا يقول شيء عائدة الكران عند أمازن أبو شرار أمازن انطلق ياسين يحاول المرور انطلق ياسين بشكل ممتاز هذه خطيرة انطلقت ياسين وصالح الشهري صالح لليسار انطلق صالح يحاول المرور مر صالح صوب صالح الرابع يا صالح الرابع يا صالح أصلحت حال الرائد في الشوط الثاني أصلحت حال الرائديين في الشوط الثاني والفرحة العالمة الموجودة لجماهير الرائد بالهدف الرابع الذي أتهى بقدم صالح الشهري بشكل ممتاز هنا الانطلاق من ياسين الغناسي والمرور الممتاز صالح الشهري الذي استلم صالح مر صالح سوا بكور رابع ممتاز هدف رابع ريداوي صالح الشهري الذي أصلح الكثير من حال الرائد في الشوط الثاني الناجعية الهجومية صالح الشهري في هذا الموسم هي انطلاقة حقيقية لهذا المهاجم الرائع الذي لدي ستة أهداف في الدوري الآن يسجل هدف الثاني في كاس خادم الحرمين أداء ممتاز في الجراحة في الظهير الأيمن الكرة واصلة واصلة عندها فرحان حسان انطلق الخامس 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 قول الخامس قول هدف خامس ريداوي بعد تمريرة الرائع اليوم بعد تمريرة الممين صالح الشهري الذي أحدث الفارق ممتازة كانت اللقطة والتصويبة والخماسية الريدوية تابع اللقطة الذي بدأها متعب المطلق ثم أتى صالح الشهري بالصناعة الرائعة وحساني لا يوضيع مثل هذه الكرات لا يوضيع فرحان مثل هذه الكرات من أمام حارس المرمام في سقف المرمام في سقف الشبك هدف خامس رائع للفريق الريداوي خمسية موجودة للرائد خمسة أهداف رائعة للفريق الريداوي أربعة منها أتت في شوطي الثاني بعد تغييراتي بسنكاسي والفرحاني حساني بعد هدفه على الهدف الخامس هنا طبعا كما هو معلوم هنا الكرة الانطلاقة لصالح الشهري على البحث عن السادس صالح سريع صالح انطلق معه معتزه وساوي صالح صالح سوب ولكن حارس المرمى عادت الكرة الانشيري عادت الكرة يصالح مر صالح سوب مرة أخرى صالح إلى ياسين الغناسي في الثمنتاعش الخطورة ما زالت قائمة عنده ياسين الغناسي ياسين يلعبها إلى أبو شرارة مازن أبو شرارة في الجال يمين مازن حضن على كرة يلعبها إلى الخلف عنده متعب المطلق متعب يلعبها إلى سلطان فرحان سلطان ينقل الكرة في الجال يسار عنده فرحان حساني ولكن الكرة يؤمن عليها فايز رويلي فايز يبحث عن حمدان أو هذا حارس المرمى رافع رويلي رافع يلعبها في الجال يزمين عنده عباس ميدو ولكن الكرة طالت إلى خارج الملعب رامية جانبية هنا الانتلاق من صالح الشهري التي كانت ممتازة جداً ترجمة نانسي قنقر